ترجمة نانسي قنقر صباح الخير بالفعل نشهد تفاعل كبير جدا من الأسواق المالية مع بيانات التضخم الأمريكي التي صدرت يوم أمس والتي أظهرت ارتفاع معدلات التضخم نحو أعلى مستويات منذ تسعينات القرن الماضي عند 6.2% في الحقيقة الأسواق المالية لم تتفاجأ كثيرا بهذا الارتفاع في التضخم لكنها تفاعلت معه فالأسواق كانت تتوقع فعليا أن نشهد بيانات تظهر ارتفاعات كبيرة في التضخم خصوصا مع استقرار أسعار الطاقة والغذاء في مستويات مرتفعة جدا لكن الآن الأسواق المالية بدأت بتسعير احتمالية بقاء التضخم مرتفع لفترات زمنية أطول مما كان يعتقد سابقا فالفترال الأمريكي كان يشير أو طالما أشار بأن التضخم عادر لكن إلى متى لا أعتقد شخصيا بأن التضخم سينخفض خلال بضعة أشهر بل على الأقل سيحتاج إلى 6 إلى 9 أشهر حتى نبدأ بملاحظة الانخفاض في معدلات التضخم لماذا هذا التوقع؟ لأن مستويات الأسعار انخفضت بشكل كبير خلال عام 2020 أثناء جائحة كورونا وبمقارنة شهر الأساس وشهر القياس لحسابات التضخم فربما يبدأ التضخم بالانخفاض بعد 6 أشهر على الأقل من الآن وبالتالي الأسواق المالية بدأت تتفاعل مع هذه النتائج وتشير إلى أن التضخم إذا بقي مرتفع لفترات زمنية أطول فهناك احتمالية جيدة بأن يبدأ البنك الاحتياط الفترال الأمريكي ربما بتغيير وجهة نظره من ناحية أسعار الفائدة الفترال الأمريكي بدأ فعليا بتقليص برنامج شراء الأصول وأعلن أنه سيبدأ اعتبارا من هذا الشهر لكن بالنسبة لتوقعات الأسواق السابقة كانت تتوقع أن يقوم الفترالي برفع الفائدة في وقت ما خلال النصف الثاني من العام المقبل لكن الآن أصبحت لدينا احتمالات قد تصل إلى 37% بحسب مجموعة سي أم إي بأن يبدأ الفترالي رفع الفائدة خلال شهر مايو المقبل وإذا وصلنا إلى شهر يوليو فربما ستصل النسبة إلى قرابة 70% وبالتالي الأسواق المالية حاليا تسعر رفع أقرب مما كان متوقع زمنيا بالنسبة للفوائد الأمريكية وهذا ما تسبب كما شهدنا ارتفاع كبير في الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات الرئيسية ليتداول الدولار عند أعلى مستوياته منذ عام 2020 نعم طيب نذهب معك سيد ساركيس إلى مستويات النفط أسعار النفط تسجل ارتفاعات جو بايدن كان قد طلب عند اجتماع أوبيك بلس نهاية الأسبوع الفائد بضرورة ضخ المزيد من الإنتاج حتى يضغط ذلك على أسعار النفط ويدفعها إلى التراجع مع تحذيرات بعدم المساس بالاحتياطي الاستراتيجي من النفط الأمريكي ما هو الحل باعتقادك في نهاية الأمر الذي سيقف فقط أمام جو بايدن؟ الآن فعليا الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من أوبيك بلس أو أوبيك وحلفائها برفع الانتاج لكن شخصيا أعتقد بأن مشكلة أسواق الطاقة بشكل عام لا تقف فقط عند المعروض لكن هناك تعافي في طلب النفط عالميا وهناك توقعات بأن يتعدى الطلب العالمي على النفط خلال عام 2022 مستوياته ما قبل الجائحة أوبيك تتوقع طلب نفط بمتوسط يومي 100.8 مليون برميل تقريبا وهذا يعني بأن هناك تعافي حتى لو كانت تدريجي في الطلب على النفط من ناحية أخرى هناك معضلة وهي الارتفاع في أسعار الفحم وكذلك الغاز الطبيعي رغم أن أسعار الفحم انخفضت من أعلى مستوياتها التي وصلتها قياسيا بقليل ووصلت اليوم إلى 158 دولار للطن المترين لكن أيضا هذه المستويات تعتبر مرتفعة جدا مقارنة في مستويات العام 2020 التي لم تتعدى في أقصاها 80 دولار وهذا كل ياتو عم يعطينا أسباب تشير إلى أن أسواق الطاقة بحد ذاتها بحاجة لتدخلات أكبر وأهم ما يمكن الإشارة له حاليا هو إيجاد حلول لاختناق سلاسل الإمداد اختناق سلاسل الإمداد يظهر تأثيره جليا على بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فرغم أننا شاهدنا ارتفاع في مخزون النفط لكن ما زال مخزون البنزين في تناقص وهنا لك بعض المشتقات النفطية أيضا في تناقص لنشهد بذلك بأن الطلب لا يتم إيفاؤه من خلال المشتقات النفطية بالتالي الحل باعتقاد ليس فقط استخدام احتياطات استراتيجية لأن تأثيرها ممكن يكون على المدى القصير لكن أعتقد بأن الحلول يجب أن تبدأ من إيجاد حل لمشاكل اختناق سلاسل التوريد ليصل من المنتجين والمشتخرجين للنفط إلى المشتهلك النهائي على شكل مشتقات نفطية وإلا بقيت الضغوط الصاعدة على أسعار النفط على المدى المتوسط والطويل وأي تأثيرات سلبية على الأسعار قد تكون عابرة لحين إيجاد حلول حقيقية نذهب إلى الذهب إلى أي حد تعتقد أنه سيستفيد من هذه الأجواء وسنجد إقبال عليه لا تنسى أيضا أنه حتى البنوك المركزية تخشى على قيمة الشرائية للعملات والاحتياط يجب أن تتحوط بدفع الأصول أو حافظة القيمة مثل الذهب لزيادة الشراء عليه إلى أي حد تعتقد بالفعل الذهب سيبدأ الآن بعملية الارتفاع أفضل من الوقت السابق الآن يجب أن أصل إلى موضوع هام وهو علاقة أسعار الذهب بالتضخم فاقتصاديا يتم الإشارة إلى أن أسعار الذهب ترتبط بمعامل الارتباط طرد مع التضخم لكن هنا أود الإشارة بأن معامل الارتباط هو مع توقعات التضخم وليس التضخم الحالي والآن كما أشرت سابقا الأسواق المالية والمتداولين والعديد من الجهات أصبحوا على شبه يقين بأن التضخم قد يبقى مرتفع لستة تسع أشهر وربما أكثر أيضا وهذه التوقعات تظهر بأن التوقعات التضخم الآن في اتجاه مصاعد والأسعار أيضا ربما ستستمر بالارتفاع على الأرجع خلال الفترة المقبلة خصوصا مع وجود حزمة إنفاق جديدة على البنية التحتية في الولايات المتحدة هذا أيضا يدخل في حسابات معامل التضخم وبالتالي استفادت أسعار الذهب وشهدناها تخرج من نطاق طالما تداولت فيه خلال الفترة الماضية بين 1750 وال1830 حتى شهدنا أسعار الذهب يوم أمس 1868 دولار للأنصة الآن الذهب بالفعل قد يتجه للارتفاع لكن هناك قوة الدولار الأمريكي التي قد تحد من استمراريات على المدى الطويل لارتفاعات أسعار الذهب فرغم أني الآن أرى بأن أسعار الذهب ربما ستشهد المزيد من الارتفاع لكن هذا الارتفاع يجب أيضا أن نراقبه من ناحية قوة الدولار الأمريكي وأيضا تحركات عوائد السندات الأمريكية نعم وأشكرك ضيفي من عمان سيد سيركيس نيزار وأنت محل الأسواق عالمية في إيكوتي جروب اشتركوا في القناة